السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في نهاية الوحدة الثانية الروبوت ذاتي التحكم سنستعرض اليوم في درسنا تدريبات للمفاهيم النظرية التي اتطرقنا لها خلال هذه الوحدة أهدافنا لدرس اليوم أولاً أن يسترجع الطالب أجهزة الاستشعار وما يقابلها من الحواس البشرية ثانياً أن يسترجع الطالب أجهزة استشعار ليجو مايند ستورم وخصائصها في الوحدة الثانية الروبوت ذاتي التحكم تعرفنا على مجموعة من المهارات بدأناها بالتعرف على أجهزة الاستشعار وخصائصها والأوضاع التي تستخدمها ثانياً انتقلنا إلى برمجة الروبوت للتنقل بأمان والكشف عن وجود عائق أو وجود خط بلون ما ثم انتقلنا في الختام إلى العمل بلبنات البيانات المختلفة لنسترجع الآن معاً أجهزة الاستشعار في الروبوت وما يقابلها من حواس بشرية وتعلمنا معاً خلال هذه الوحدة أن حاسة اللمس يقابلها جهاز استشعار اللمس في الروبوت وحاسة السمع يقابلها جهاز استشعار الصوت في حين أن حاسة البصر يقابلها ثلاث مستشعرات هم جهاز استشعار الألوان وجهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء وجهاز استشعار الموجات فوق الصوتية لنسترجع الآن معاً أجهزة استشعار ليغو مايندستورم EV3 وخصائصها نبدأها أولاً بجهاز استشعار الموجات فوق الصوتية والذي يتميز بقدرتنا على استخدامه لتفادي الحواجز والعقبات أو تتبع جسم ما أو اكتشاف وجود دخيل في الغرفة ويستخدم هذا الجهاز وضعان مختلفان أولهما وضع القياس وثانيهما وضع المقارنة والذي يستخدم وحدات القياس السانتيمتر أو البوصة ثم تعرفنا على جهاز استشعار الألوان والذي يتميز باستخدامه لثلاث أوضاع مختلفة أولها وضع الألوان والذي يتعرف على سبعة ألوان فقط فمثلاً يمكننا استخدام وضع الألوان لبرمجة الروبوت لفرز كرات ملونة أو محاكاة سائقي السيارات للتعرف على ألوان إشارة المرور أما وضع شدة الضوء المنعكس فيمكننا استخدامه لبرمجة الروبوت للتنقل على سطح أبيض حتى يكتشف خطاً بلون أسود أو بلون مغاير ثم وضع شدة الضوء المحيط والذي يساعدنا لبرمجة الروبوت لأداء مهمة محددة واستشعار وجود ضوء محيط به يليها تعرفنا على جهاز استشعار الموجات تحت الحمراء والذي يتميز باستخدامه لوضعان وضع الاقتراب ووضع التوجيه فوضع الاقتراب يستخدم لتقدير المسافة بين الروبوت والأجسام الأخرى أما وضع التوجيه فيستخدم للتحقق من وجود جهاز توجيه آخر بالقرب من الروبوت وتحديد المسافة بينهما أخيراً تعرفنا على جهاز استشعار الحرارة والذي يتميز باستخدامه في جمع البيانات ومراقبة وتسجيل درجات الحرارة حيث لا تتجاوز درجة الحرارة التي يتمكن من قياسها عن 120 درجة مئوية أو 248 فهرنهايت لنقم الآن معاً بأداء التدريب الآتي صل بين المستشعرات في الجدول الأول وما يناسبها من الجدول الثاني لدينا في الجدول الأول مجموعة من المستشعرات أولها مستشعر الموجات فوق الصوتية ومستشعر الألوان مستشعر الأشعة تحت الحمراء وأخيراً مستشعر الحرارة أما في الجدول الثاني فلدينا مجموعة من الجمل سنقوم بمطابقتها مع هذه المستشعرات نبدأها وضع التوجيه أحسنت إنه أحد الأوضاع التي يستخدمها مستشعر الأشعة تحت الحمراء 248 فهرنهايت أحسنت إنها درجة الحرارة القصوى التي يقيسها مستشعر الحرارة سبعة ألوان أحسنت إنه عدد الألوان التي يمكن لمستشعر الألوان قياسها باستخدام وضع الألوان وضع القياس أحسنت أحد أوضاع مستشعر الموجات فوق الصوتية وضع شدة الضوء المحيط أحسنت أحد أوضاع مستشعر الألوان وأخيرا 250 سنتيمتر أحسنت إنها المسافة القصوى التي يمكن لمستشعر الموجات فوق الصوتية قياسها لنقم الآن معا بأداء تدريبات الكتاب المدرسي صفحة 109 حدد الجهاز الاستشعار الذي ستستخدمه للقيام بما يلي قياس درجة حرارة الغرفة أحسنت إنه جهاز استشعار الحرارة لإنشاء نظام إنذار ضد السرقة أحسنت جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية للتحكم في بعد السيارة عن السيارات الأخرى أحسنت إنه جهاز استشعار الموجات تحت الحمراء وأخيرا للتوقف أمام إشارة مرور حمراء أحسنت جهاز استشعار الألوان لنجب الآن معا عن السؤال الثاني اختر الكلمة المناسبة لكل من أجهزة الاستشعار التالية جهاز استشعار الحرارة جهاز استشعار الألوان وجهاز استشعار الموجات فوق الصوتية سانتيميتر أحسنت من وحدات القياس لجهاز استشعار الموجات فوق الصوتية اللون الأسود أحسنت من الألوان التي يميزها جهاز استشعار الألوان أحسنت من وحدات القياس لجهاز استشعار الموجات فوق الصوتية اللون الأحمر أحسنت من الألوان التي يميزها جهاز استشعار الألوان الدرجة المئوية أحسنت من وحدات القياس لجهاز استشعار الحرارة فهرنهايت أحسنت من وحدات القياس التي يستخدمها جهاز استشعار الحرارة وأخيراً اللون الأخضر أحسنت من الألوان التي يميزها جهاز استشعار الألوان لننتقل الآن إلى الصفحة 110 ولنجب عن السؤال الثالث إذا كان لديك مجموعتان من أجهزة الاستشعار المجموعة الأولى جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية وجهاز استشعار اللمس أما المجموعة الثانية فجهاز استشعار الموجات فوق الصوتية وجهاز استشعار الألوان لنقم الآن بكتابة رقم المجموعة التي علينا اختيارها للقيام بالمهام الآتية أولاً لتجنب استضام السيارات ببعضها البعض أحسنت سنحتاج لاستخدام المجموعة الأولى للتوقف تدريجياً أمام إشارة المرور الحمراء أحسنت سنستخدم المجموعة الثانية أما للقيادة الذاتية في المدينة أحسنت سنحتاج إلى استخدام المجموعتان الأولى والثانية لنعلل الآن معاً عن إجاباتنا أحسنت تحتاج السيارة للقيادة بأمان والتوقف أمام العوائق أو لتجنب الاستضامات والأجسام المحيطة بها إلى مستشعرات الموجات فوق الصوتية ومستشعرات اللمس كما تحتاج إلى مستشعر الألوان لتمييز إشارات المرور والخطوط الأرضية في الشارع أما للسير داخل المدينة فتحتاج إلى جميع هذه المستشعرات لتعمل معاً ولتضمن لها الحركة بأمان داخل الشارع لننتقل الآن إلى الصفحة 111 للسؤال الرابع إذا كان لديك جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية وجهاز استشعار الألوان أي منهما ستختار للقيام بالمهمات الآتية؟ أولاً لتفادي وجود عائق أحسنت سنحتاج إلى جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية للتوقف عند إشارة المرور الحمراء أحسنت سنحتاج إلى جهاز استشعار الألوان لاكتشاف وجود سيارة أخرى أحسنت سنحتاج إلى جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية وأخيراً للمحافظة على المسافة بين المستشعر وجسم متحرك أحسنت سنحتاج إلى جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية لنجب الآن معا عن السؤال الخامس ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة أولا يعمل جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية من خلال قياس المدة التي تستغرقها الموجات الصوتية لتنعكس إلى المستشعر أحسنت إنها جملة صحيحة ثانيا يتعرف جهاز استشعار الألوان على خمسة ألوان فقط الأسود، الأبيض، الأخضر، الأحمر، والأزرق أحسنت إنها جملة خاطئة فجهاز استشعار الألوان يتعرف على سبعة ألوان ثالثا يستخدم جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء في وضع الاقتراب موجات الضوء المنعكسة من جسم ما لتقدير المسافة بين جهاز الاستشعار وهذا الجسم أحسنت إنها جملة صحيحة رابعا يمكن استخدام جهاز الاستشعار الأشعة تحت الحمراء كجهاز تحكم عن بعد أحسنت إنها جملة صحيحة خامسا يقيس جهاز استشعار الحرارة درجة الحرارة فقط بالدرجة المئوية أحسنت إنها جملة خاطئة فهو يستخدم وحدات القياس الدرجة المئوية والفهرنهايت سادسا يمكن لجهاز استشعار الألوان قياس شدة الضوء الذي يدخل النافذة في البيئة الموجودة بها أحسنت إنها جملة صحيحة ترجمة نانسي قنقر